وجدوه داخل بيته معذبا مخنوقا المعلم المتقاعد منتصر يقتل في ظروف غامضة بمنزله بعد أن ذهبت عائلته لزيارة أقاربهم في محافظة المثنى جريمة حصلت بمنطقة الحرية ببغداد والدافع هو السريقة كما يتحدث شهود العين من المنطقة أهل الدقوا عليها ماكوا قيشي خابره ونسيبهم هنانا أجل دق الباب ظلي دق الباب بعدين فاتلقا متوفي خابره والشرطة والشرطة جتي منطبين البيت لقي مجموب على وجه واقع على وجه وصل هنا خانكته خانقه خاني بجاني على وجه طرق الفاني له البجامع يعني عليه آثار ضربة الشيء يسرق لأنه من خلال ما شفناه حتى الكنتور وكسهي وغراء وبشرطة ما خليش الخوف يسيطر على أهل الحرية بعد اكتشاف الجريمة الأهل لا يتركون متابعة كاميرات المراقبة كما يقولون منذ معرفتهم بما حصل فتزايد تلك الجرائم بات يقليقهم بشكل كبير وما تزال قضية المعلم المقتول قيد التحقيق عند القوات الأمنية لبيان ملابساتها وكشف غموضها في وقت تشهد العاصمة ارتفاعا في معدلات جرائم القدل مؤخرا ولأسباب عديدة من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر